وصلت كاميرا هارس ومنافسها دونالد ترامب حملة أخيرة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة قبل ساعات على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد وصوت أكثر من ستة وسبعين مليون شخص مبكرا قبل انتخابة الغد في وقت تظهر فيه لستطلعات تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوك في محاولة لحشد الأصوات وتوسيع قاعدة الدعم الشعبي يواصل مرشحان كاميرا هارس ودونالد ترامب حملاتهما الانتخابية وفي آخر التحركات على الأرض شهدت مدينة إيست لانسينج بولاية ميشيغان تجمعا كبيرا بقيادة المرشحة الديموقراطية كاميرا هارس التي خرجت لتطلق وعودها بالتغيير متعاهدة بطي صفحة من السياسة القائمة على الانقسام هارس التي أعلنت الإدلاء بصوتها في الانتخابات مبكرا عبر البريد تعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم المحطات في تاريخ الولايات المتحدة حيث أشارت في تجمع الانتخابي بإيست لانسينج إلى أن ولايات مثل ميشيغان وبينسلفينيا وويسكونسين تمثل مفاتيح رئيسية لنجاحها خصوصا بعد استعادة الرئيس جو بايدن لهذه الولايات لصالح الديموقراطيين عام 2020 وكان الديموقراطي باراك أوباما اكتسح هذه المنطقة في انتخابات عامي 2008 و2012 لكن ترامب استطاع الفوز في ميشيغان وبينسلفينيا وويسكونسين عام 2016 ليبقى السؤال الأهم هل سيتمكن الديموقراطيون من الحفاظ على تأييد هذه الولايات أم سيعيد ترامب قلب الموازين مجددا لصالحه وعلى الجانب الآخر قال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ليتز بولاية بينسلفينيا إن بلاده كان لديها أكثر حدود أمانا في تاريخها وقت أن غادر البيت الأبيض مشددا على أنه ما كان يجب أن يغادر لأنه قام بعمل جيد جدا على حد قوله وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أفضل اقتصاد على الإطلاق وفي ظل هذا التنافس الشرس ينتظر العالم كله بترقب لمعرفة ساكن البيت الأبيض الجديد في الانتخابات التي قد تكون الأهمة في تاريخ الولايات المتحدة